اهلا ومرحما بكم في فيديو مراجع الناهية في مادة الدراسات من المزكرة المتميز ان شاء الله ياولاد هنراجع شاملة على المنهة كلهم عشان الامتحانات ربنا ينجحكم ووفقكم وارجو منكم ان انتم تركزوا كويس معي وتركزوا ان شاء الله في الامتحان ربنا ينجحكم ان شاء الله وربنا اعلم في كتاب العزيز ان الله لا يضيع جمان احسن اعمل صدق الله العظيم هنبدأ بسم الله اول سؤال يقول ثاني والدات الوطن العربي وهو السلعة الزراعية اي من الدول التالية تشترك في منطقة التجارة الحرة العربية وهي السودان احد مصادر التقن المتجددة وهو طاقة الرياح امتدت الفتحات الاسلامية في عهد الخليفة عمر من الخطاب الى مصر والشام كبال اطلس نتجت عن الحركات الالتوائية نتجت عن نتجت عن نتجت عن من الساحل البحر الاحمر شرقا الى ساحل المحيط الاخران 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 وفيه من الاسياء وفيه من الاسياء مش حبيت بس انوهلكوا على الحتة دي تركزوا عليها تم بناء جامع عمر بن العاص في عهد الخليفة نرى عهد الخليفة من هم غير صحر يتصم مناخ الجنوبي والغاربي من شبه الجزيرة العربية من شبه الجزيرة العربية من شبه الجزيرة العربية من شبه الجزيرة العربية في شتاء معتدر جاف تم بناء جامع عمر بن عاص فهذا خليفة وهو عمر بن حطابra تسقط أمطار الأقليم المدارئ في فصل السيف تقوم السياحة البيئية على زيارة المناطق الصحرائية تعتمد سياحة التسوق على زيارة أطخم الملاكس التكارية كما في دولة الإمارات تم حماية شواطئ الدولة الإسلامية في مصر والشام في عهد الخليفة عثمان بن عفان مدينتان متشابهتان في مناخهم الصحراء والحر وقامت رسول الله تعالى اجتمعت قريش في دار لمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الهاجرة في دار النادوة اي من المواد الخامي التالية توفرها الصروة الحيوانية طبعا الجلوب احد المقاومات الطبيعية للصراع احد المقاومات الطبيعية للصراع مقاومات الطبيعية للصراع في الأجزاء الشمالية من الوطن العربي على مياه الأمطار بخصوص هو عدسة المجاعة لأقصر من مليون شخص في إحدى دول الجناح الطبيعية مع السنواء تسقط الأمطار الموسمية الصيفية على دولة اليمن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من اداء فريضة الحج في عام 10 هجريم كل مما يلي من اسباب التصحر معادة تزايد اعداد السكان ينتج الوطن العربي من البترول اكثر من ربع الانتاج العالمي بدأت مرحلة الدعوة العالمية بعد المفوض العلانية ينتج الوطن العربي من الوطن العربي من المشكلة السلسية يتسب مناخ المدينة الاسكندرية بمصر بان اقل ضرعة حرارة من اهمال رياض نزل الوحي برسالة الاسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شهر بغار حرار يمن هنا في شهر ايه اولاد شهر رمضان نصر دعواته بين القبائل العربية في موسم الحج أكبر الدول المنتجة للبترول السعودية يستخدم في صناعة المبيدات الفوسفال الحلفة التي كانت سببا في شهرة مكة هي التجارة وعلى حلفة فهو بخير كيف يفعل أصحاب الفيل انا باجع الكاداهن في تطليل وفي صورة صورة قريش وعلى رحلة الشتاء وصف يقوموا بعملوا رحلة الشتاء ورحلة الصف يقوموا بعملوا رحلة في الشتاء تقع دولة نقاط في المحيط الهندي جنوب دائرة الاسواء هنا عندنا بزر القامة كل الدول التالية تقع ضمن الجناح العرب الافريقي معادة سوريا السمكان الى حمس بعض المواقع تراث الزراع الي العالمي فول الدول العربية انتاجا للطمور مصر نزلت رسالة الاسلام في نقطة غير حراب تنمو اشجار السموبر تنمو اقليم مناخ البحر المطاس تقوم الزراع في اليمن العالمية الانطاع اشهر القبال العربية في مكة قريش احدى الاماكة المقدسة في فلسطين كينيسية القيام سول تسقط عليها الامطار في سواس للشتاء وهي البحر المتوسط تطلد دولات السعودية مصر على البحر مصر مدينة مصرية تم اختيارها اول عاصمة السياحة العربية مدينة الاسكندرية تبادل السلع والخدمات بسخدام الانترنت يسمى بالتجارة الإلكترونية تطلد اشهر القبال العربية في مكة ومع ذلك يتميز قريم البحر المتوسط بسقوط العنطار في فصل وصل الشتاء ثم جبال نشأت نتيجة حدوث الاتويات في القرش الرضي في جبال البحر المتوسط لا الجبال أطلس المكسرات يبقى البحر أطلس أطلس تقع مدينة تدمر 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 مدينة تدمر في سوريا تدمر تدمر في سوريا تدمر تدمر أشجار نقطة في البحر المتوسط تدمر أشجار الزيتون موجود الأظهر الشريف في مصري أكسب الوطن العربية أهمية دينية اطلق نقطة مصري أطلق مصري نقطة مصري مصري 150 ملا تدهور الأرض وتناقص قدرتها على إنتاج تشير العبارة إلى التصح ثالثة صدرات الوطن العربي السلع الزراعي توجد النسبة الكبرى من مساحة الوطن العربي في قارة أفريقيا أحد المقاومات البشرية لقيام الصناعة في الوطن العربي السوق تدهور المسلمين الثانية إلى يسرق نشأت نقطة نتيجة ترسيب المواد التي تعليقها من مياه الوطن العربي السور الفائدية على طول اليوم ألم أنهاري بسور فائدية بحاري بسور ساحلي أصغر دولة عربية من حيث النساحة لدينا البحرين تحتل مصر المركز الثاني العربي في إنتاج معدن الزهب من منجم السكري تتصدر المركز الدول العربية في تربية الدواج من المشكلات التي تؤدي إلى نضرة المياه العزبة على التوسع الزروعة م noises تقع أعلى نقطة فوق مستوع سطح البحر في دولة المغرب تقع جنوب كتابة القرآن الكريم في مصحف واحد لتوحيد قراءة القرآن من الأمر بكتابة القرآن الكريم وصمان بن عفان تقع محمية أرز الشوف بدولة لبنان تحتفل الدول العربية يوم 27 سبتمبر يوم الزراع العربي تقع سهود دجلة وافراط في قرآن أسيا تقع سهود دجلة وافراط في استخدام الملاء الكيمويات تقع سهود دجلة وافراط في استخدام الملاء الكيمويات تقع سهود محمية أردن تقع سهود محمية أردن ضننا أكثر المدن تعرضة للمناخ القرآن المينيان اقصد المدن تعرضة للمناخ القرآن يقلل مدى الحراري اليومي والسنوي بسبب المسطحات المائية في كل الدول العربية في تربية الأبقارة دولة السودان فهب الرياح شديدة البرود على الوطن العربي في وصل الشتاء لا نتصل المسلمين على أقراش بعددهم بل بإيمانهم أزيع وراء تعبر عن غزوة بدر لأن العدد المسلمين أعلم العدد الكفار تشغل المراعج الطبيعية في الوطن العربي نحو تقلل ضرعة الحرارة كلما ارتفعنا 150 متر عندما اشتد إيزاء قريش لرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالهجرة إلى يثرب يقوم الساع بزيرة المواقع الأسرية في القيروان بدولة تونس كونسل دولة تعرضت لمناخ المسطحات المائية في بعض أجزائها وهي عندنا مصر تسقط عمطار موسمية صيفية على دولة اليمن خلال اليمن خلال غزوات الرسول بعد إقراطها الى يسري ترتفع درجة الحرارة جنوب الوطن العربي مخالفة أولم الرسول كانت سبب العزيمة المسلمين في غزوه احد كانت تجارة مكة وكانت تجار مكة كانت تجار مكة يتجون في فصل الشتاء إلى الأن يقل السقوط العمطار في الوطن العربي على الصحراء طبعاً جيداً جيداً لرفراق هي صغيرة لطفتّوه كل محامل يقع في الجناح العربي طبعا واحد عين صالح تركز انتاج محاصيل الالياف في الوطر العربي داخل دولتين وهي السودان ومصر مدينة مصرية استطاع تطبيق المعايير الدولية للسياحة المستدامة هي شرم الشيخ تتبع السواحل الشاملين لدول الصمار اقليم اقليم هي الصحراء هو الحوار يا ايها الناس قد وليتوا عليكم ولستوا بخيركم ده قائل هذه العبارة هو الخليفة او بكر الصديق رضي الله عنه وارضة يحل فصل الصيف على الوطن العرب عندما اتعامل الشمس على مدار السلطان تغب الرياح البريدة على الوطن العربي من قراتي اسيا اوروبا تغسل الشعاب المرجانية سلبا على نقل النقل البحر تميز سؤول نقط بطربتها الفقيرة الملحية السؤول الخليج العربي هنبدأ السؤال الثاني هنا مع بعض انه ذكرت المتميز دع علامة صح امام العبارة الصحيح علامة خطأ امام العبارة الغير الصحيح يعد قصب السكر للمحاصيل الحقوب الغزائية طبعا خطأ قصب السكر ليس المحاصيل الحقوب شارك عصمان ابن عفان في جميع زوات الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا خطأ اكبر الاقليم المناخية مساحة في الوطن العرب والاقليم المداري خطأ كانت فطرة خلافة علي ابن ابي طالم اطول فطرات الخلافة في عهد الخلفاء الرشدين خطأ من اسباب نظرة المياه العزبة والنمو المتزايد للاعداد السكان دي صحب القمحة وقطن من المحاصيل السكرية بالغطر العربي خطأ طبعا المحاصيل السكرية قصب السكر والبانجر السكر قامت الدول العربية بالزال قوانين تجرى من قطع العشوائي الاشجار ومجادة مشكلات البيئة صحب اتبع المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نظام التوليس في اختيار الخلافاء الرشدين خطأ المغرب اولى الدول العربية انتاج الاسماء من المزارع السماكية خطأ يقع بحر العرب والصحراء الكبرى جنوب الوطن العربي صحب التوسع المستمر في الزراع يهدي لحدوث مشكلة جفاف خطأ انتاج الوطن العربي انتاج الوطن العربي في عهد الخليفة عمر بن الخطاب كان في عهد سيدنا ابو بكر الصديق و سيدنا ابو بكر الصديق حارب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من المرتدي مخلفات الاسماك تستخدم كسمات طبيعية صحيحة تتنخص قدرة الارض على الانتاج بسبب استخدام طرق الراه الحديث و خطأ للتزايد و اضع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة الى المدينة مبادئ التعايش مع الاخر من أجده عبد المطلب بعد وفاة أمه تعد السعودية أولى الدول العربية في تربية القبل منعت قريش دخول المسلمين إلى مكة في عام عشرة جرية اتخذت معظم الدول الوطن العربي إجراءات مستثن القوانين لحماية المحميات الطبيعية إجابة صحيحة وقع الغزو الخندق بعد صلح الحضايبية خطأ استخدام الأسمدة الكيموية والمبيدات الحشرية يؤدي لحدوث مشكلة ندرة المياه العزبة خطأ هذا يؤدي إلى التصح توفى النبي صلى الله عليه وسلم عام 11 هجرية ودفن في مكة المقرمة خطأ ورسول صلى الله عليه وسلم دفن في المدينة المنورة يعاني الوطن العربي من فقر المراعي تساعد المحميات الطبيعية في الحفاظ على الحياة البرية عجزة قريش عن مهاجمة المدينة عام 5 هجرية بسبب قصة عدد المسلمين يمكن انتصل درجة الحرارة إلى ما دون السفر المئة وفي مناطق في بعض مناطق الإقليم الصحراوي الحار تعد الجزائر أولى للدول العربية انتاج لخامل فسفات خطأ ساعد صلح الحضايبية على نشر الدعوة الإسلامية خارج شب الجزيرة العربية تنمو حشائش السفنة في الإقليم المداري الحار يعتمد الوطن العربي على الصناعات التحويلية خطأ تسهم الصناعات بنحمه نصف الدخل القومي في الوطن العربي خطأ تنتشر حشائش الستيبس في الإقليم الصحراوي الحار خطأ استقبلت قريش الدعوة الإسلامية بالترحاب والدخول في الدين أفواجا خطأ يقل تأثير المسلطحات المائية بالوطن العربي على المناخ يقل تأثير المسلطحات المائية بالوطن العربي على المناخ بسبب دخل مساحتها صح؟ كانت شب الجزيرة العربية عبارة عن حكومة مركزية واحدة خطأ يتشابه مناخ مدينة الرياض مع مناخ مدينة المينيا في مصر صح؟ يسود المناخ المعتدر معظم أجزاء الوطن العربي صيفا خطأ تقوم الزراعة على الأنهار في قطر خطأ يخلو الوطن العربي من مشكلات في مجالات التعدين والصناعة خطأ توجد السياحة العلاجية في الوطن العربي في دولتين العراق واليمن خطأ تسقط الأمطار بغزارة على مرتفعات اليمن صيفا صح؟ صح؟ 42 ترتفع درجة حرارة الأوضيع عن درجة حرارة الجبال صح؟ أمر رسول صرح أصحابه بالهجرة لأول مرة إلى يسرب خطأ من الأهمية الاقتصادية لجبال لبنان وجود سياحة التسلق والتزلق بها صح؟ مصر أولى الدول العربية انتاج للحديد خطأ تستخدم الوحاية كطرق المواصلات في السحاري خطأ كان فتح مكة بسبب خيانة قريش للرسول صلى الله عليه وسلم صح؟ أثرت الحركات الانكسدية في الساحل الشرقي والغربي للبحر الأحمد صح؟ كان من الدمقناة طبعا كان من أسبابها تكوين سلاسل جبال البحر الأحمر تنتشر سياحة التسوق في المراكز التقرية في الأمارات والكويت والمغرب خطأ الزياب لمعرض القاهرة الدولي للكتابي عد سياحة طرفية خطأ سياحة ثقافية غير الخليفة علي بن أبي طالب مركز الخلافة الإسلامية تركز بعض السكان في هضاب الجناح العربي الأفريقي اهتم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بإنشاء الدواوين في الدولة الإسلامية خطأ تعد هضبة النجد من هضاب الجناح العربي الأسيوي يؤثر توزيع اليابس والماء على مناخ الوطن العربي تسمى التجارة في تعزيز العلاقات بين الدول تشكلت جبال العمان نتيجة لحركات ابتوائية تم تغيير اسم ياسري بعد إجرس الرصول صلى الله عليه وسلم استخرج المعادن ومصادر التقم من المناطق الصحرية في الوطن العربي صح تسمى السياحة بزيادة نسبة البطالة في الوطن العربي خطأ يسعى الوطن العربي إلى زيادة منصات التجارة الإلكترونية صح تعد الجبال أكثر الزوار التضاريسية انتشارا في الوطن العربي خطأ جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وخرج سرا لفتح مكة في العام العاشر من الهجرة خطأ يتحكم الوطن العربي في أهم الطرق التجارية العالمية صح يقع بحر الريمال العظيم بين الجزاء وليبيا في الجناح العربي الأفريقي خطأ حفر المسلمين خندق حول المدينة عام 5 إجرين تكونت بعض الأودية الجافة نتيا لحركات باطنية تعرضت لها الأرض خطأ تنوى الصادرات العربية من أسباب ضعف التجارة البينية خطأ تساعد تنوى مظاهر السطح على تنوى أنشطة الاقتصادية صح تقوم الزراف الوحاية بالوطن العربي اعتبادة على مياه الأمطار خطأ تزايد أعداد الصروة الحيوانية في الوطن العربي عام 2020 خطأ تؤثر طيارات البحرية الدفية على المناطق الداخلية الوطن العربي خطأ تمتد جبال أطلس في ثلاث دول عربية من الجناح العربي الأفريقي صح تقع عين مع عين في لبنان خطأ زادت أهمية الوطن العربي الاقتصادية بسبب وجود عماكن مقدسة على الأرض خطأ تنوى الحياة البرية في الوطن العربي بسبب تنوى الأقاليم المناخية صح تعد البصرة من الملاكز التقرية الإسلامية صح أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشي أسامة بن زيد إلى بلاد فارس محاربة الروم خطأ من محاربة المرتدين تؤثر من سطحات المائية على المضاء المدى الحراري اليومي والسنوي صح ترتفع درية حرارة الوطن العربي كلما اتجهنا شمالا شمال دائرة الاستواء خطأ تقام الزراعة في الأجزاء الجنوبية بالوطن العربي اعتمد على مطال صح تنوى النباتات التي تتحمل الجفاف الأقليم المداري الحار خطأ أنشاء الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديوان الجند وديوان بيت المال صح تنوى أشجار السنوبر في شمال الوطن العربي صح تنتمي محمية أرض الشوف للاقليم المداري الحار خطأ تمدد جبال تروس في الشرق الوطن العربي خطأ نصت صحيفة المدينة على حرية العقيدة لغير المسلمين صح تعيش الوصود والزراف في حشائش السفنة تتنوع مصادر المياه العزبة في الوطن العربي صح بدأ انتشار التجارة في الشبك الجزيرة العربية بعد ظهور الإسلام خطأ يحد الوطن العربي من جهة الغرب المحيط الأطلانتي صح يهدي سوء الأحوال المناخية إلى تأجيل أو الغائر حالات الطيران صح لا يتأثر مناخ الوطن العربي بالموقع الفلكي خطأ يتزايد الطلب على علب المنتجات الزراعية العربية في الأسواق العالمية والمحلية صح انتهى عصر الخلفاء الرشدين من استشهاد عليه بن أبي طالب صح المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية استغرقت أربع سنوات خطأ تنتمي معظم شبك الجزيرة العربية للإخليم الصحراوي الحار صح السؤال الثالث يا أولاد أكمل عندنا الجدي تجارية الفاو السلطان السعودية الإمارات المنظمة العربية المسؤولة عن الاغذية والزراعة وهي الفاو دائرة العرض الرئيسية التي تمر بالوطن العربي هي مدار السلطان يقع وادي الجرير في دولة السعودية يقع واحد ليوة في دولة الإمارات لموقع الوطن العربي أهمية طبعا تجارية ثم السؤال الثاني يقول خمس الانكسارية موسمية ثلاث المحاصير الزراعية الدواجم ثلاث تنوع مناخ الوطن العربي أدى إلى تنوع المحاصير الزراعية ظلت الدعوة الإسلامية سرا لمدة ثلاث سنوات الأمطار التي تسقط صيفا عن الدولة السماء تسمى أمطار موسمية بعد المغرب أكبر الدول العربية في تربيت الدواجم تعتبر جبال الحجاز من أمثلة الجبال الإنكسارية ثلاث ثلاثة الأواني البخارية بعد ذلك عندي عمر بن خطاف قطر عثمان بن عفان المنتجات الصناعية الجزائي للسيوف أكبر الدول العربية في انتاج الغاز الطبيعي هي دولة قطر وضع الخليفة عمر بن خطاب أو التقويم خاص بالمسلمين أربعة أكبر أكبر مدينة ترفيهية القديم فتح مكة الصحراوي الحار الريع يصد معظم أجزاء الوطن العرب المناخ الصحراوي الحار يقع الوطن العربي والاستقرات العالم القديم لأسيا أوروبا وأفريقيا كانت نقطة فتح مكة سببا في الدخول الكثير من الناس في دين الله أفواج تكونت التجمعات الرملية بفعل الرياح قيامت براحلة النيلية في أسوان تعتبر سياحة طرفيهية نجي خمسة الشتاء أصمان بن عفان تحويلية السودان خزاعة أولى الدول العربية في إنتاج الزهب السودان اعتدت قريش على قبيلة خزاعة وكانت حليفة الرسول صلى الله عليه وسلم يتميز قديم الصحراوي باعتدال المناخ نهارا في فسط الشتاء أنشاءها عثمان بن عفان أول أسطول بحري اسلام تنقسم الصناعة إلى صناعة مستخراجية وصناعة تحويلية مادة الدراسات الاجتماعية نبدأ بالسؤال الرابع اكتب متشير إليها العبارات التالية دولة عربية تركز بها زراعة البلن اليمن مورد مائي يوجد بالصحراء وتقوم عليه الزراعة اللي هي الماء الجوا فيه مضيق مائي تشرف عليه دولتاي اليمن والجبوتي باب المندب دولة تعتبر الأولى عربية في إنتاج الإبل اللي هي الصهام نظام اسلامي زهر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لاختيار من يتولى الحكم اللي هو المظام الخلافة حركات باطنية أدت إلى تكوين جبال البحر الأحمر أما حركات انكسارية نزل برسالة الإسلام على رسول صلى الله عليه وسلم في غر حراء سيدني جبريل الزراعة التي تعتمد على وجود تربة وتستهلك كمية مياه أقل من الزراعة المعتمل عليها الزراعة المائية دولة تعد الولى عربية في إنتاج الأسماك من المزارع السماكية اللي هي مصر الدستور الأول لحقوق الإنسان في المدينة اللي هي صحيفة المدينة تعد الولى الدول العربية في إنتاج البترول السعودية قبيلة اعتدت عليها قريش وكانت حليفها للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي خزاعة مشكلة تحدث نتيجة لزيادة استهلاك المياه نهاية ندرة المياه العزبة هذا تقع جنوب الشابي الجزيرة العربية حضر موت زيارة 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 الواقع العسرية والتراسية اسمها سياحة ثقافية دولة اطلقت مبادار زراعة 450 مليون شجرة وأعلنت مدينة نيوم الخضراء للسعودية نحن 100 مليون مصر ربما 150 مليون مشكلة بيئية يعاني منها سلسان مساحة الوطن العربي تصحر تحويل المواد الخان المنتكات صلاحة من استخدام الصناعات التحولية نقص كمية الأمطار في بعض السنوات بما لا يسمح بالزراعة أو نموه حشاش الراعي الجفاف مجموعة من الألفاظ ينتمون إلى أصل واحد تربط رابطة الدم والنسب العصبية القبيلة مدينة مصرية حاصلة على لقب عاصمة المدن العربية من عام 2022 مدينة الخارجة الفرق بين الوردات والصدرات خلال العام وهو الميزان التجاري أكبر ظاهرة تدارسية في الوطن العربي هضبة افريقيا الشمالية مشاهدة اقتصادي فيه نحو 22% من إجمال القوى العاملين في الوطن العربي اللي هي الصناع يقصد بها الصدرات والوردات من السرع والخدمات بين الدول العربية اللي هي التجارة البينية بعد كده سياحة قائمة على زيارة المراكز التجارية اللي هي السياحة التسويقية فتح بلاد العراق وفارس والشام ومصر ده كان في عهد مين؟ ايدنا عمر بن الخطاب تبادل السرع والخدمات للاستخدام الانترنتي من يسميها التجارة الإلكترونية الدين العربية تم اختيارها كاول عاصمة للسياحة العربية عام 2010 اللي هي الأسكندرية خلين مناخي سود شمال دول المغرب العربي والشمال مصر وليبيا اللي هو البحر المتوسط حركة مياه البحار والمحطات اللي هي الطيارات البحرية بعد كده ممر ماء طبيعي ضيق يصل بين مسطحين مائيين اللي هو المضيق الفرق بين متوسط درجات حرارة ليلا ونهارا مدى الحرارة اليومي قبائل امتنعت عن أداء الزكاة ومنهم من ادعى النبوة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو المرتدون اللي حرامهم سيدنا أبو بكر الصديق مزيارة بعض الأماكن بهدف الاستشفاء والعلاج اللي هي السياحة العلاجية نقص كمية الأمطار في بعض السنوات بما لا يسمح بالزراع ونموه الحشائش اللي هو موسم الجفاف أصغر دول للوطن العربي مساح البحرين أحد المقاومات البشرية اللازمة لقيام الزراع وشراء الآلات رأس المال ادعى النبوة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مسلمة الكذاب المدينة البيئية الأولى في العالم اللي هو المصدر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تركوا دياراه وما لهم رحلوا من مكة ليسب اللي هم المهاجرون وقد أخى بينهم وبين الأنصار رسول صلى الله عليه وسلم بعد كده نشاط اقتصادي بلغ نسبة العاملين فيه 15% من جملة زكان الوطن العربي اللي هو النشاط الزراعي ننتقى الجغرافية من سطح الأرض فاتسم بخصائص مناخية تميزة عن غيرها اللي هو الاقليمي المناخي نيجي بعد كده أولاد السؤال الخامس أجب على السؤال الاتية ما النتاج المتبع على الأهمية الاقتصادية لوطن العربي طبعا طمع على الكثير من الدول للسيطرة على صلواته على مر الوصول السؤال الثاني ما العلاقة بين جهود الدول العربية والمساحات الخضراء من جهود الدول الوطن العربي لمواجهة مشكلات الوطن العربي البيئية زيادة المسطحات المساحات الخضراء مثل مبادرة التشجيلة التي قامت بها مصر والسعودية مصر يمت بمية مليون شجرة والسعودية يمت بربعمية وخمسين مليون شجرة مبادرة ربعمية وخمسين مليون شجرة كده السعودية ومصر تفقد ميت مليون شجرة مما تفسر عامية الطرب والخزبة بالوطن العربي طبعا بتقوم عليه الزراع من النتاج المترتب على زحف السكذبان الرملية وتناقص مخظوم المياه الجوفية والرأي الجار أدى ذلك الى محدوص مشكلة التصح من نتاج المترتبة على نجاح رسوله صلى الله عليه وسلم في عقد الصلح الحديبية عام 6 إجريا أرسل رسوله الرسائل للملوك الحكام يدعوهم للإسلام بدأت مرحلة عالمية الدعوة يعني بقت الدعوة علنية وليست سرية وبقت جهرية من نتاج المترتبة على تعرض الصومال لأكبر موج الجفاف أدى ذلك إلى نقص الغذاء وحدوث مجاعة لأقصر من مليون شخص من نتاج المترتبة على تنوع المناخ بالوطن العربي أدى لتنوع المحاصيل الزراعية ما العلاقة بين صحيفة المدينة واليهود صحيفة المدينة نظمت علاقة المسلمين بالطواف الأخرى الموجودة في المدينة خاصة اليهود ما سيحدث إذا سقط عن طلب غزارة صيفا على الأقليم الصحراء والحار طبعا هيحصل النمو للنباتات الطبيعية بكسرة في البيئة الصحراوية ما هو وجه التشابه والاختلاف بين جبال البحر الأحمر وجبال أطلس التشابه لسنين نشأوا نتيجة لعمل باطنية تعرض لها أرض الوطن العرب ما هو وجه التشابه لتحكم الوطن العربي في ممرات مهية مهمة عندنا طبعا يتحكم في ممرات مهية مهمة مثل مرات السويس مضيق جابل طارق مضيق باب المندب مضيق هورموس ما العلاقة بين درجة الحرارة ودرجة الاستواه؟ ترتفع درجة حراو كلما اقتربنا من جاهلة الاستواه فنخفض درجة حراو كلما اتعادنا عنها تدلل على قامة الكسير من الدول العربية بجود عديدة لمواجهة مشكلات الزراع سنقول إنشاء السدود والخزانات وتحلية البحر مع علاجة مياه الصرف واستخدامها في الزراع تدريب العاملين بالزراع على استخدام طرق حديثة في الزراع بما تفسر أمر النبي أصحابه بالهجرة للحبشة وهذه الهجرة الأولى يا أولاد لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد يلقب بالنجاشي خمستاشر من أصل الناتج على وجود المياه الجوفية في الوحاة للوطن العربي أدى لتركز السكان بالوحاة وقيام الزراع تحول نفس المسلمين إلى هزيمة لأنهم أعطوش الرسول صلى الله عليه وسلم سبعتاشر دلل على صحة العبارة التالية لتنوع السهول في الوطن العربي حيث يوجد سهول ساحلية مثل صباح البحر الراحة المتوسط والرحية الأطلانتي والبحر الأحمر وصهول فايدية مثل صهول نهرين الدجلة والفراد في العراق وصهول نهر النيل في مصر والسودان قارم بين الصفات الحسنة والعداد السيئة للعرب قبل الإسلام الصفات الحسنة كانت شجع الكرم الوفاء بالعود العداد السيئة ودء البنات يعني قتل البنات الأخذ بالثقر وشرب الخمر 19 قارم بين المقاومات الطبيعية والمقاومات البشرية لقيام الزراعة في الوطن العربي المقاومات الطبيعية لدينا موارد المياه العزبة وطرب الخصبة ومنايخ المتنوع المقاومات البشرية لدي العملاء الأسواق رأس المال ووسائل النقل من النتاج المترتبة على انتشار الإسلام في الجزيرة العربية طبعا تغيير حياة سكان شبل الجزيرة العربية نحو الأفضل ما السبب في قلة المواني على سواحل البحر الأحمر بسبب وجود الشعاب المرجانية على طول السحن يما تفسر أعمية رأس المال بالنسبة للمشارات الزراعية طبعا هو بيقام به المشروعات الزراعية وشراء الألات والبزور والأسمنة من نتاج المترتبة على حدوث الحركات الانكسرية في الأرض الوطن العربي أدت لتكون الجبال الانكسرية مثل جبال البحر الأحمر في الجناح العربي الأفريقي وجبال الحجاز وعسير ومرتفعات اليمن في الجناح العربي الأسياء أربعة وعشرين ندلل تنوع مشكلات الصروة السبكية في وطننا طبعا نتيجة التغيرات المناخية استخدام وسائل صيد بدائية الصيد الجار تلوث ألمية ندلل تخطيط الرصول صلى الله عليه وسلم من الهجرة بشكل جيد حجرة سرية تامة في الليل وسلك مع صديقه أبو بكر الصديق طريق غير معروف للوصول إلى ياسم ستة وعشرين بما تفسر نشأت جبال أطلس وعمان وزرجوس وزجروس بسبب الحركات البطنية التوئية التي تعرضت لها أرض الوطن العربي ما تفسر قيام عليه ابن أبي طالب منقر مقر الخلافة لكوفة طبعا ده لتسهيل الانتقال بين أرجاء الدول الإسلامية خاصة بعد التسعة أعطي مثالين الصناعات التحولية والاستخراجية الصناعات التحولية زي الأسمنت والحديد والصول والصناعات الاستخراجية زي البترول وتعدين الفسفال حدد العنصر المختلف مع ذكر السبب نتابع الموالح والأرز والموز والتين الأرز من المحصيل الحبوب والموالح والموز والتين وهذه أشجار ماذا يحدث إذا لم يتعرض الوطن العربي لحركات التوئية طبعا لم تنشأ الجبال التوئية مثل الجبال عمان و أطلس وزرجوس وكارتستان من النتاج المترتبة على خلة الأمطار في الوطن العربي يقل تأثير المساطحات المائية في الوطن العربية بشكل عام بسبب ديء مساحة المساطحات المائية وعدم تواجه وتأثيرها إلى الداخل لوجودة الصحاري والمرتفعات القريبة من الساحل مثل جبال البحر رحم وعدم تواجه وتأثير المساطحات المائية في الوطن العربية حيث يعمل بها 22% من قوة العاملة تساعد بنحو السورس الداخل القامل من الوطن العرب 34 بما تفسر أخر رسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين ومنصار لإقامة مجتمع التسود والمحبة والتعاون والإيصار 35 بما تفسر تجهت الدول العربية للصناعة القدراء لحفاظ على البيئة وتقليل التلوث والتحقيق التنمية المستدامة ومن تحقيق التنمية المستدامة بما تفسر بدأت الدعوة الإسلامية سرعة طبعاً لتجنب أزا قريش ما العلاقة بين الفسفات والإنتناهي الزراعي يدخل خام الفسفات في صناعة العسمين الكيموائية والمبيداء من نتاج المترتبة على نقد قريش لصلح الحضائبية طبعاً فتح الرسول صلى الله عليه وسلم نمكن وطافة بالكعبة بعد أن حط منصناه وعفى عن أهنام تسعة وثلاثين دلل على صحة الأبارة يمتلك الوطن العربي صروع معدنية كثيرة حيث يمتلك صروعات معدنية مثل الزهب والحديث والفسوية يوم تفسر تهتم الدول العربية بتربية الدواجب طبعاً لسد العجز من اللحوم الحمراء ماذا يحدث؟ إذا لم يتتعامل الشمس على مدار السلطان بالنسبة للوطن العربي طبعاً لم يحل فصل الصيف ولم يترتفع درجات الحارة بشكل عام في أنحاء الوطن العربي دلل تسقط الأمطار الموسمية الصيفية على بعض مناطق الوطن العربي صيفاً ليه؟ بلون حيث تسقط أمطار موسمية صيفية على مرتفعات اليمن وعسير وجنوب موليثانية ومعظم أنحاء الصماء بما تفسر أهمية المحميات الطبيعية بتساعد في الحفاظة على الحياة البرية تنشيط السياحة وجزم السياحة تحقيق التوازن النبي الحد من التلوز أربعة أربين ما العلاقة بين الرنشطة البشرية والحياة البرية؟ تتعرض الحياة البرية أموخات النتيجة لتطور الرنشطة البشرية وتدهور الموارد النباتية وانقراض أنواع عديدة من الحيوانات البرية оргاناة البرية للحياة الجن Plan 7. من نتيج المترتبة على اتفاع درجة حارة المسطحات المائية في الوطن العربي وطبعا مدك الكثير من الكنات البحرية 8. من تفسر تدمير الحياة النباتية والحياة النباتية في كثير من مناطق الوطن العربي مسابقا المشكلات البيئة التي تعرض لها الوطن العربي زي الجفاف والتصحر ومنطقة المياه العذر 9. من تفسر أهمية تجارة في العصر الحديث من قول تعزيز العلاقات بين الدول 10. تلبية احتياجات السكان من السرعة والخدمات 11. توفير العملات الأجنبية 12. دبط الميزان التجاري 13. توفير فرص عمل للسكان 13. ناحفظه ilk 5 عاية مع بعض 14. تعزيز العلاقات بين الدول 14. تلبية احتياجات السكان من السرعة والخدمات توفير العملات ضبط الميزان التجاري توفير فرص عمل للسكان بعد كده خمسين ما العلاقة بين الحواجز الجمهوركية والتجارة البيينية تعد الحواجز الجمهوركية بين الدول العربية احد اسباب ضعف التجارة البيينية بين الدول العربية السؤال الاخير معنا ده سؤال الخرائط يا ولاد ده خريطة الوطن العربي بيبدأ يسألنا عليها اسئلة اول حاجة بيقولي رقم واحد ده ايه ده طبعا المحيط الاطلانتي رقم اثنين ده دولة تقع بها محمية ارز الشوف او ارز الشوف اللي هو لبنان ده رقم اثنين رقم ثلاثة الاقليم هنا الاقليم مناخ المداري البحر هنا اللي هو رقم اربعة ده المتوسط رقم اثنين ده مضيق باب المندب بيصل مباين البحر المتوسط والمحيط الاطلانتي رقم ثلاثة من جبال تروس دولة تنتشر فيها السياحة العلاجية اللي هو رقم اربعة عندنا الاردن اولى الدول العربية في تربية الابل اللي هي رقم خمس عندنا السماء بعد كده الخريطة دي تديني انا متكلمها على الدول اكبر الدول العربية من ساحة اللي هي عند رقم واحد اللي هي الجزائر مهم دولة منتج الحديد رقم اثنين اللي هي مورتانيا ولد دول العربية في انتج الاسمنت اللي هي رقم ثلاثة السعودية دولة رقم اربعة دي المغرب دولة كانت تزعب لها رحلة الشتاء في مكة اللي هي اليمن رقم اربعة عندنا ناخد المضايق اول حاجة عندنا ده مضيق هرمز مهم بعد كده عندنا ولد دول العربية في الغاز اللي هي قطر رقم اثنين دي قطر اقليل مناخي يتميز نضرة عمطار طول العام اللي هو رقم ثلاثة اللي هو الصحراوي الحار رقم أربعة عندنا ده البحر العرب رقم خمسة الصحراء الكبرى نصنج الخارجة رقم خمسة معانا ننظر ليها أولاد الجبال رقم واحد جمال عندنا جبال عمان رقم اثنين هنا البحر مناخ هنا البحر المتوسط مناخي البحر المتوسط مناخي البحر المتوسط خمسة ثلاثة دي هضبت نجب دولة قامت بزراعة طبعا بمصر بمئة مليون شجرة في شخص لم Introducem يقول وضط جمال الانطار اللي هو لانطق ��ها لانطق دولة قامت بزراعة حش ادخل الى المسلمين اول مره انها رقم 4 الحبشة ونعمل خليج عمال تم تساعد الى المراجعة على المنهة اتمنى لكم النجاح والتوفيق اتمنى انكم النجاح والتوفيق وان شاء الله تدعمونا في القناة وان شاء الله نكمل مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته